موسيقى عودتكن نحكي عن الحداثة التأس البارد وكلنا الأكترية ببيوتنا منحس انه بحاج هيك شوي انه نهتم بحالنا وفينا نعمل اشياء هيك من حوادر البيت وبالتحديد المنطقة اللي بيأثر فيها كتير التأس بفصل الشتاء هي منطقة حول العينين منبتدي نحس جفيف حكيك أحيانا ما لح نحكي عن الأمور الطبية ولكن أكيد مع استشارة الطبيب فينا نحط ولكن الحل من الخارج بيبقى لبعض الوصفات وبعض الاشياء يلي فينا نعملها بالبيوتي سنتر أو بعناية خاصة يلي نحنا منقوم فيها اليومية ما ننسى انه نحط الكريم كونتور ديز يو بالبراد بالرغم من برودة التأس بيبقى الكونتور ديز يو يلي بنا نستخدمه أي كريم خاصة منطقة يتحول العينين من المفضل أنه يكون مبرد لحتى يبرد الانتفاخ ويكون عنده هالشي اللي بريح المنطقة في حال كان فيه انتفاخ أو تعب حول العينين مش بالضرورة لما منحكي عن ممثلات جميلات ووجهم مرتاح وتحت عينيهم مرتاح نختار الممثلات اليونغ لأنه ما بيكون عندنا كريدتز بهالحديث إذا اخترت جينيفر لوبيز وهون لفتنة كتير مؤخرا اطلالتها بفستان أكيد من زهير امراد دايما شد شعراتها مشدودين شو اللي بيلفتنا لما منشد الشعر أكتر شي بيلفتنا هو الآيز هالعينين هني نافذة الروح مثل ما بيقولوا the window of the soul منشوف أكتر اطلالتها اللي بتكون شد شعرها بيلفتنا عينيها ومش كل الأشخاص بيقدروا يشدوا شعرهم بهالطريقة ويبين جميلة عينيهم لأن إذا فيه تعب إذا المورفولوجي الوجه مش مظبوط والفيزيونومي ما فينا نقش على الوجه بيرفكت نحنا بحاجة لفوكاري ما فينا يكون الوجه كتير مطاول وبذات الوقت بديكون في عنا features ناعمين لنبرزة وبفتكر أنا في يقول بهالهيك الموضوع بالتحديد أكتر شي بيلفتنا هو الدفء البلعينين الحنين البلعينين بنقول هيدا عين شريرة هيدا عين هيك حسودة ديما منعلق على كاركتير الشخص بعيونه هاي عين كذابة هيدا عين صادقة من هيك عملوا الخرز الزرقة بشكل العين وهون أنا بدي أقول أنه أكيد الموناليزا أجمل شي يلي فتشوا عنه لا يعرفوا ليش هاللوحة جميلة كان الجواب للحنين يلي بعيونه يلي مرافقه حزن وكأنه الإنسان هيك الحزن اللي بيعطي هيك نوع من السليم الداخلي مش مطلوب أنه نكون حزنين بيأدينا حزن بدنا نفرح ولكن أنه الحنين هي الموجودة بالعينين الكاركتير بدنا نشتغل على كاركتير عينينا بدنا نجرب نخفف شوي ميكوب بالشتوية لحتى ما نفرق كتير العينين أهم شي لما بنزعج بمنطقة حول العينين أو رموشنا أو عينينا ما نجرب نفرقهم دايما ما نغسل كتير بالصابون بهالفترة بالزيت نغسل بموس ناعم خاص وبزيت الوقت نجرب أنه نعمل كومبريس ديفين الكومبريس ديفين كتار وأنا اليوم قصصت لكم خلطات أنا بعرف أنه كان عندي جدي كان اسمه زاد الخير وزاد الخير كانت من أجمل سيدات المنطقة بمنطقة جبل لبنين وبالتحديد ببرمينة ورفقتني ذكريات شوفها شو كانت تعمل من الخلطات يلي كانت تعملها وحعلمكم إيها اليوم هي هالوصفة البسيطة يلي كانت تستخدمها وشوفه كيف لح نبتدي بملعة عسل صغير أترة من زيت الزيتون وأترة من عصير الحامض هالخلطة الخفيفة البسيطة لح تشوفه كيف لح نستخدمها بالماضي كانت توضع لاصقات وأنا ما بتذكر شو هني يعني لحتى لكم شو بس كنت شوفه حاطة لاصقات بس شو هني ما بعرف أنا لحجرب أعمل لاصقات معكم واخترت ورق السير لاحظوا ولح نقصه على شكل دائرة لمنطقة حول العينين وبديكن دائما تستخدموهن بهالطريقة وهالخلطة لح نمدها على هالبابيير نلسقه على منطقة حول العينين بتعرفوا العسل لاصق بنحسه بيلزق بهالطريقة وفينا نتركون الليلة بطوله على منطقة حول العينين صدقوني كأنكم عملتوا حقا بوتوكس بتحطوها بتلسقوها على منطقة حول العينين بعد بنهاية الحلقة ما أقول حطلكونيها بس هلأ ما فينا لح هننتقل لنرجع نكمل مع بعض هاللاصقات يلي قلتلكون كيف فينا نرجع نحطهم بهالطريقة مساء فينا ننم فيون منقوم عبكرة It's like an iron machine يعني منقوم عبكرة منشوف أنه المنطقة بحول العينين ارتحت كتير لحنبشر نشوف بالصور علاجات كتير ومختلفة فينا نقوم فيها تريتمينت لمنطقة حول العينين لنتخلص من الانتفاخ الأسوداد والتجاعد منطقة حول العينين بدي لكون شيء أنه تدليك منطقة حول العينين كتير أساسي من الخارج إلى الداخل من حتى كتير product لما عم نقرب على منطقة حول العينين يظل في one centimeter أبعد من الرمش من الحدود الرموش ولما نبرم الإيدين أو الأصابع حول العينين منجرب نفوت إلى الداخل على مدمع العين من جوه دايما لما مننا نستخدم المسكات الخاصة بمنطقة حول العينين مننا نتجنب أنه تكون العين مفتوحة فينا نحط شيش قبل ما ينوضع الماسك وفينا إذا كانت مسكات خاصة من البيوتي سنتر ومتي اللي أنا عم قوم فيها هون هيده فورا بتجف وبتعطيع فيها مكونات أنه تقدر تريح منطقة حول العينين وتخفف من الانتفاخ الأسوداد والطعم عالجات كتير لحنشوفها من خلال لما لما مننزع أي ماسك لاصقة لمنطقة حول العينين مننا نجرب أنه نضلنا باسترخاء ليضل البروداكت يشتغل بالعين وما دغري نعرض العينين كتير للحركة لتكون نتيجة جيدة جدا هالوصفة كمين يلي فيها مكونات كمين خاصة لمنطقة حول العينين وهو الأرجيل الروز مع مكونات من الزيوت والأسيدي والأسيدي دقيقة هون هون عم نشوف الجابانيز بولز يلي بتمتد لك منطقة حول العينين فيهن وهن مبردين منحطهم بالفريزر أو منحطهم بجار فيها تلجو وماء بس يبردوا منمرئهم على منطقة حول العينين بالعودة لكيف نبتدي بالمساج فيهم نبتدي من نصف الجبين ومنبلش ندلك من الداخل إلى الخارج بهالبولز بينما نحنا بالعادة عادة البولز يلي يلي مستخدمون منبلش من بره إلى من الخارج إلى الداخل وبكل الحركات أما هلنوع بتم تديكن من هالمنطقة باتجاه أنه نبرم إلى الخارج مش من هون منبتدي من هون وهيدي منطقة كتير مقنعة أنه يكون بهالطريقة وخاصة لما بيكون أصابعنا عم يمرؤوا بهالطريقة منجرب نفوت لجوه نضلنا بهالطريقة البسيطة الخفيفة على منطقة حول العينين منتبع بالصور حتى نكون عم نريح المنطقة حول العينين الصهر التعب الأكل الدسم بتعب قبل النوم بدنا نجرب دايما نشرب كتير ماي هالماسك اللي كتير مهم هو عنا لايف كمان مرجع منتابع لح نكمل هالماسك بيشبه اللي كنا عم نعمله سوا ولكن هو مستحرات التجميل عم نشوف كيف كمان بتم وضع لاصقات على منطقة حول العينين غنية بالفيتامينز والمينرولز وكل الخلطات الخاصة العالمية لأنها تريح منطقة حول العينين وهيدا أنا بتم لح نتوقف ونوش عم تابع عم تابع